السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هننضف مع بعض الطاصة بطريقة سهلة جدا بمكون موجود في كل بيت وللأسف بنبني في الزبالة هينضف لك الطاصة بدون تعب ولا مجهود ولا اي حاجة خالص المكون دي طبعا ينفع تخسلي بيه الطاصة التفال او الطاصة السراميك او اي نوع طاصة موجودة عندك تكون محروقة بالشكل ده انا ستها وصلت للمرحلة ديت عشان خاطر اصورها معاكم وموريكم قد ايه المكون السحر بتاعنا سيح كل الدهون اللي على الطاصة من بره ومن جوه وخلاها جديدة لنج زي ما انت شايفها يلا بينا بقى نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول باسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف اول حاجة نعملها ايه معنا بقى حلة كبيرة على النار عالية هسيبها لغاية لما تغلي معنا ونبدأ نضيف اول مكون سحر معنا اشي اللامون يا جماعة اشي اللامون ده كنز في كل بيت بجد حرام ان اكترمي في الزبالة انا عن نفسي حطى شنطة كبيرة في الفريزل وكل يوم ان شاء الله حتى لو عصرت اللامونة لمونة بروح جاي حطاها في قلب الكيس وربطة الكيس عليها ووقت لما احتاج اشي اللامون رح جاي واخدت كمية اللي انا عايزيها واسيب باقي الكمية عادي خالص في الكيس وربطة الكيس زي ما هو شايله في الفريزل ده يا جماعة كنزي وسحري في التنظيف وكمان بتعين منه معطر وتعين منه صابون سايب بجد حاجة كده تحفى ماينفاش استغنى عنها اشي اللامون طبعنا خدت على قد الكمية اللي انا عايزيها خدت طبق كده بالشكل ده هبدأ بقى ايه نحطه في المية بتاعتنا حطيته في المية هو زي ما انت شايفه وهسيب بقى المية تغلي تغلي كويس جدا كده ايه في اللامون وبعد كده هنضيف بقى مكوهين تانين واللي اتنين برضه متوفرين في البيت يعني مش هنشتري حاجة من برة كل موجودة عندنا في البيت للتنظيف اول مكون معنا معنا البكن سودة متوفر في كل بيت معلقتين كبار بالمعلقة الكبيرة تمام كده ده اول مكون معنا و معنا كمان معلقتين برضه كبار بالمالح لامون ده شكل مالح اللامون زي ما انت شايفاه برضه متوفر في كل بيت هبدأ بقى حطوهم بقى على اللامون اول حاجة هحطها البيكن سودة طبعا الافضل اللي انت تهدي النار تماما وانتي بتحط الحاجات ديت البيكن سودة وملح اللامون لاما اتطف النار خلص اول ما تحطيهم بعد كده بقى شغالي النار تاني واشتغل عادي زي ما انت كنت شغال عشان خاطر بصي اول ما بحط الحاجة المية بتفور وممكن تبهدل منك اللي بتجاز وبهدلك الدنيا فحروم لاما اتطف النار لاما اتطف النار لاما اتهديها تماما هنا بقى بعد المية ما غلت كويز جدا كده مع الملح اللامون بيكن سودة واللمون مفيش دقايق يعني مش سبتها ومدة طويلة تمام ان المية اصلا كتغلت فحطيت الطاصة زي ما انت شايفها كده هبدأ بقت الوقت احطي مية عادية خارس من حنا فيه او مية مغرية الموجودة عندي خطيه واروح الجاية مالية لحلة بتاعتي كده شان خاطر طبعا الطاصة تكون متغطية كويز جدا بالمية وتنضف معي كلها من فوق من تحت من كل حتة فيها الدهون كلها تبوش مرة واحدة هنشوف كل ده مع بعض والله العظيم يا جماعة فعلا يعني اه وصفة سحرية سحرية فعلا تنظيف التصاط اي نوع طاصة موجودة عندك تفال سراميك اي طاصة بتنضفها لك وتخليها لك اشطى اكنك لسه شريهة جديدة بص ناسبتها في المية مدة ربع ساعة مدة مدة ربع ساعة والنار شغالة عادي خالص مضفتش النار عليها ماشي؟ وقلت بقى امسك السكينة كده واشوفها بعد ربع ساعة الدهون ترعت معي ولأ لقيت بسم الله ما شاء الله الدهون بتسح معي بصي بدون تعب ولما جود اي حقرص بقى الشرى هي اشرة كده بتتشال معي فقلت سيبها كمين ربع ساعة تاني عشان خاطر كنتش عالفة حاكم كويس فيها وانا مسكها كده في الحلة فسيبها ربع ساعة تاني برضو شغالة كده على نارة عالية واتص فيها زي ما هي وبعد ربع ساعة تاني نرجع تاني ونشوفها ماشي؟ هي ربع ساعة بالزاد بص بص الدهون بتاعتها ما شاء الله بتطلع معينا بكل سهولة هوا اهي بالسكينة بتطلع معينا على طول تمام؟ سبتها بقى لمدة نص ساعة في المية زي ما قلت لك ربع ساعة الاولين وربع ساعة التانين يبقى نص ساعة معينا بعد نص ساعة بقى احتجاه تفية عليها وستها لغاية لما المية هدية كده بقيتش سخنة قوي بقيتدفية بس رحت جاية بقى شايلة طاصة منها وبدأت بقى ايه بالمعلقة كده وقشرها القشرة كان بتشال معي بكل سهولة ولا تعبتني ولا تعبت ايديا ولا اي حاجة خالص بس بجد يا جماعة الوصفة بتاعتنا النهاردة فعلا تستحق احلى لايك وكمان تكتبوا لي كومنت حلو عشان خاطر فيديو بتاعنا النهاردة كان سهل وبسيط وسريع وما خدش منها وقت خالص ويرجعنا الطاصة جديدة لنجة زي ما كانت تمام؟ كله بالمعلقة كده على طول هتروح جاية شايلة القشرة اللي جوه والقشرة اللي برا برضو المحروقة ما بتاخدش منك وقت خالص ولا بتتعب ايديكي ولا اعصابك ولا اي حاجة خالص كله سريع سريع كده على طول تمام؟ بعد ما هنضف الطاصة كده بالشكل ده بالمعلقة هبدأ بقى الوقت هنضف الحوض وهنضف الطاصة اخسلة كده من برا ومن جوه وبعد كده بقى هجي بسلكة خشنة وابدأ بقى اشيل بقى حاجات السودة الموجودة في الطاصة دي عشان هتشال معايا بكل سهولة واستخدمت السلكة النعمة مش هتشال معاكي فالافضل السلكة الخشنة كده هتروح جاي حاطة شوية الصبون تبداي بقى تغسليها هتلاقي كل الدهون اللي فضلت دي لسه معانا اتشالت على طول بعد كده بقى هجيب السلكة النعمة وشوية الصبون عشان خاطر تلمعي بقى الطاصة عايزين اللمحها كده وتنور كده زي ما ادي شايفها اكنك لسه شريعها فهتروح جاي حاطة شوية الصبون على السلكة النعمة وتروح جاي غسليها من جوه ومن برا بالشكل الجميل ده وتبداي بقى تشطفها كده في الحوض هتلاقي رجعت معاك جديدة لنجة اكنك لسه شريعها زي ما قلتلك الخلطة بتاعتنا النهاردة ينفع تعملي بيها اي نوع صنية محروقة عندك سواء تفال او صراميك او حتى ستلس اي نوع يا رب الوسط بتاعت الكون عجبتكم النهاردة سهلة وسريعة وبسيطة وخليتش منها وقت خالص وما تنسوش بقى تدعموني بقى دايما على قناتي على اليوتيوب مات بخم سلسليل وتكتبلكم من تحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة